وش نتم من الناس اللي كيعتبروا أن اليوم فرنسا دير واحد الحملة لتشويه السوم عاد المغريب من خلال تشويه السوم عاد المجموعة من الأسماء والمشاهير المغربة وربما آخر خبار لجبها للصعيقة على المغربة هو القضية اليوم اللي كتفتح الظاهر فيما يخص تهمة الاغتصاب اللي كيتعرض لها أشرف حكيمي وطبعا هذا لا يحتاج إلى فهم ولا يحتاج إلى استيعاب ولا باش يكونوا مطورين ولا ذكية باش نفهم الموضوع نقدروا نفهم القضية ديال المجرد كين اغتصابوا لما كين هذا القضاء كي بتفهم نحنا نحتمل استقلالية القضاء في أي دولة كيفي مكانت ونحن ضد الاغتصاب بصفة نهائية ولكن باش يجي هذا في نهارين ومن بعده يجي أشرف حكيمي يعني أنه نظن على أنه كين استيداف كين طريقة أخرى للابتزاز بتعاد بعيدا عن السياسة اتخذنا في مجالات أخرى باش اللي يدون حاولوا نمسر القدوات ديال هنا في الفن شوية في الرياضة غدى الله يعلموا اللاش غدي يجبدونا احنا مشي احنا ما غديش نقوله كمغاربة خارج الوطني لادرنش عاجة ما نتعاقبوا لأن القانون رأي سريع على المواطنين في أي المغاربة في مكانو كي ما كي سريع للأجانب في بلاد ديالنا إذن نحنا مشي ضد هذا شي ولكن من اللي كيتكرر يثير الشك كيفاش البارح المجرد واليوم حاكمي وغدى واحدة أخر إذن كين نوع من اللي ابتزاز اليوم كاتمارس وفرنسا وللأسف الشديد هاد نوع من اللي ابتزاز لكاتمارس وفرنسا هاد يعطينا جوجل حواجة أنا كنقولهم لك اليوماتية الحاجة اللولة حتى نحنا خصنا نطبقوا القانون داخل البلاد ديالنا إلا جاشي أجنبي عبثة بالشرف ديالنا ديال المغاربة يجبون أن يعاقر طبقا للقانون وما تاخدناش فيها رحمة ولا نقولوا هاد أجنبي ولا السياحة ولا غيرها هذه نقطة النقطة الثانية خصد النخب السياسي ديالنا تقطع مع فرنسا لا يعقل عباد الله داك إن هالمجلس الحكومي كل شي كي يضرب الفرنسية واش كتوجهوا هاد المجلس الحكمي واش ديال المغرب ولا ديال باريز إذن نحش شوية واك تكبر واشنطو ما قاع زعم فرنسا هي اللي كاينة أنا ضد شي واحد يتكلم بالفرنسية رقع نعرف الفرنسية ولكن اللغة العربية ولا الأمازيغية تكلم بها أخويا ولا تكلمون لقع غرب الداريجة نعم ولقع أخير فيهم ما يتكلمون أحسن لهم قاع ما يتكلمون